أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل هو صحيح أن ما بلغ ثمانين كيلو أنه سفر وما ضابط من قال أن السفر هو ما سماه الناس سفرا مع أننا اليوم يسافر الرجل أكثر من مئة كيلو ولا يعد سفرا لقرب المكان على السيارة سفر الذي تقصر في الصلاة عند الحنابلة ما بلغ مرحل قيل يومين قاس ديل للرافلة كل مرحلة أربعين كيلو راحلة تمشي أربعين كيلو من الفجر إلى الظهر فهم أخذوا من هذا واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل إمرأة تسافر تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مثيرة يومين إلا ومعهد 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 فاليومان القاصدان ثمانين كيلو الرافلة هذا وجه تحديدهم بها أما من يقول أن السفر ما يسمى ثمرا فهذا لا يعطينا نتيجة من الذي يسمي السفر؟ الناس يختلفون فيها لازم نضافه أما أنه سمي سفرا واحد يسمي المسابة القريبة سفرا واحد يسمي المسابة البعيدة سفرا وتلفون فيها أنا أود من الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر